بالمناسبة ليفربول يتحسن ستهم بلايات انتصارات متتالية يتحسن في جدول ترتيب الدول الإنجليزي بيحاول يضمن مكان في المركزين أقل خامس والسادس المؤهلين لأوروبا ليج الدول الأبطال صعب شوية أنه يوصل له ليفربول هو محتاج يبقى موجود في الأربع مراكز الأولى في جدول الترتيب والأمور صعبة جدا في تقلق لنيوكاسل في تقلق لمنشستر يونيتد حتى التوتنهام قريب فالأمور صعبة جدا تحديدا نيوكاسل ومنشستر يونيتد غالبا هايبقوا هم التالت والرابع في جدول ترتيب الدول الإنجليزي هذا الموسيق تعالى وريكوا الجدول عشان تفهموا وضع ليفربول وضع باقي الفرق النهاردة كمان سيتي فاز في مباراة أيضا مهمة جدا أمام ليدز سيتي متصدر ب82 نقطة بنفس عدد مباراة أرسنل صاحب المركز الثاني ب78 نقطة يعني فرق أربع نقاطه هنتحدث فاضل أربع أسابيع على انتهاء المسابقة والأمور بالنسبة لأرسنل تتصعب كثيرا كثيرا خاصة أن أرسنل بكرة عنده مباراة في منتهى الصعوبة أمام نيوكاسل صاحب المركز الثالث ب65 نقطة منشستر يونيتد في المركز الرابع ب63 نقطة وبعد كده يجي ليفربول في المركز الخامس ب35 مباراة ب62 نقطة الأمور صعبة جدا يعني هو محتاج خسارتين من نيوكاسل محتاج خسارتين من منشستر يونيتد أو أحدهما عشان يبقى قريب حتى منهم يعني أنت بتخيل أنت لو تأتيتين في فوقي نيوكاسل ومنشستر يونيتد وفارق النقاط واضحة فأنت محتاج الفرقين يخسروا وبعد كنت تشوف اللي جاي هيحصل فيه فالأمور صعبة صعبة مش سهلة وإن كان يعني ليفربول حافظ على نتائجه الجيدة جدا في الفترة الأخيرة ممكن يلحق مركز في دوري الأبطال توتل يعني في المركز السادس بـ 57 نقطة وفي المركز السابع برايتون بـ 32 مباراة بـ 55 نقطة ثم أسلون فيلا في المركز السامن بـ 54 نقطة برينتفورد اللي خاصة النهاردة من ليفربول في المركز التاسع بـ 50 نقطة ثم فولهم في المركز العاشر بـ 45 نقطة اللي نتائجه صعبة جدا هذا الموسم تشيلسي في المركز الـ 11 بـ 42 نقطة ثم كريستال بالس في المركز الـ 12 بـ 40 نقطة بنفس الرصيد ويلبرهامتون في المركز التلاتاشر بورنموس في المركز الـ 14 بتسعة وتلاتين نقطة ويجي بعديهم واستهام يونيتد في المركز الـ 15 بـ 34 نقطة ثم ليستر سيتي في المركز الـ 16 بـ 30 نقطة تقولي بقى اللي جاي دوات الخطر مناطق الخطر في الدولة الإنجليزية ديستر سيتي في المركز الـ 16 بـ 30 نقطة ليتز يونيتد الخاصة النهاردة من سيتي 30 نقطة في المركز الـ 17 نوتينج هام فورست في المركز الـ 18 بتلاتين نقطة أيضا ثم يأتي إيفرتون في المركز الـ 19 بتسعة وعشرين نقطة والأموره صعبة جدا في البقاء في الدولة الإنجليزية ساوس هامتون في المركز الأخير بـ 24 نقطة تقريبا أكتر الفرق اللي ضمن مركزها أو ضمن مستعبلها في الدولة الإنجليزية غالبا هيهبط ساوس هامتون إلى دورة الدرجة الأولى الإنجليزية مش هيبقى موجود فيه الموسم اللي جاي